السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بأبنائي وطلاب وطالبات العلم في الصف الرابع الابتدائي في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في قسم الفقه والسلوك حياكم الله يا أبنائي وأهلا وسهلا بكم في حصة جديدة نتعلم فيها العلم النافع بإذن الله ثم بعد ذلك العمل الصالح بإذن الله عز وجل فإن ثمرة العلم يا أبنائي العمل ودرسنا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الحصة بعنوان الوضوء الوضوء يا أبنائي عبادة عظيمة وفيها كذلك يا أبنائي من الأجور والله سبحانه وتعالى يا أبنائي يحب التوابين ويحب المتطهرين فنحرص يا أبنائي على إتقان هذه العبادة العظيمة والآن يا أبنائي سوف نقوم بمراجعة الدرس السابق ثم بإذن الله عز وجل سنأتي إلى شرح درسنا لهذه الحصة الذي بعنوان الوضوء فما هو عنوان الدرس السابق يا أبنائي ودائما يا أبنائي نحرص على المراجعة نحرص على المراجعة يا أبنائي فضل الطهارة أحسنتم وتحدثنا يا أبنائي أن الطهارة لا تحصل إلا بأمرين الأول أحسنتم إزالة النجاسة والأمر الثاني الوضوء فإذن يا أبنائي الطهارة لا تحصل ولا تتحقق إلا بأمرين إزالة النجاسة والوضوء فمثلا إذا كان على الثوب أكرمكم الله بول فإننا نقوم بإزالة هذه النجاسة وبعد ذلك يا أبنائي نقوم بالوضوء فهنا قد تمت وحصن على الطهارة فإذن يا أبنائي الطهارة لا تحصل إلا بأمرين إزالة النجاسة والأمر الثاني الوضوء مرة معنا هذا النشاط يا أبنائي وهناك عدة حالات هل يعد متطهرا أو لا يعد الحالة الأولى أزال النجاسة ولم يتوضى فهل يعد متطهرا أو لا الجواب لا يعد متطهرا أحسنتم الحالة الثانية توضى ولم يزل النجاسة أحسنتم يا أبنائي لا يعد متطهرا الثالث أزال النجاسة وتوضى أحسنتم ففي هذه الحالة يعد متطهرا لأن الطهارة لا تحصل إلا بأمرين الأول إزالة النجاسة والثاني الوضوء وفي الحالة الثالثة فعلى الأمرين معا ناتي الآن يا أبنائي إلى آداب قضاء الحاجة فمن آداب قضاء الحاجة يا أبنائي كما مرمانا في الدرس السابق أننا نقول عند دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أحسنتم الثاني أستطر عن الأنظار والأدب الثالث أقدم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء والرجل اليمنى عند الخروج من الخلاء مر يا أبنائي كذلك من آداب قضاء الحاجة مما مر معنا سابقا أن أستخدم اليد اليسرى في التنظيف تكريما لليد اليمنى تكريما لليد اليمنى وكذلك يا أبنائي أتنظف بالماء أو بالمناديل أو بأي شيء طاهر ليس محترما وكذلك يا أبنائي نترك المكان ماذا نظيفا أحسنتم بعد قضاء الحاجة وأكدنا يا أبنائي على هذا الأدب ومن الآداب أن أغسل اليدين بالماء والصابون بعد قضاء الحاجة وأن نقول عند الخروج من الخلاء غفرانك من آداب قضاء الحاجة يا أبنائي لا أدخل الخلاء ومعي شيء فيه ذكر الله عز وجل وكذلك يا أبنائي من الآداب لا أقضي الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم ثلاثة لا أستقبل القبلة ولا أستدبرها حال قضاء الحاجة في غير البنيان في غير البنيان كالبرية مثلا من الآداب يا أبنائي لا أتنظف بأي شيء محترم كالطعام وكتب العلم من الآداب يا أبنائي لا أتكلم أثناء قضاء الحاجة ومن الآداب يا أبنائي لا أطيل المكث عند قضاء الحاجة فهذه يا أبنائي من الآداب التي ينبغي أن نحرص عليها عند قضاء الحاجة دورات المياه العامة يا أبنائي قد يحتاج بعض الناس إلى استعمال دورات المياه العامة عند قهابهم إلى المساجد أو الأسواق أو الحدائق أو غيرها ونحن يا أبنائي نرغب ونحب أن ندخل إلى دورات المياه عند الحاجة إليها وهي بحالة جيدة فنحرص يا أبنائي أن نترك المكان أفضل مما كان ولسيما يا أبنائي نحرص على نظافة دورات المياه بعد استخدامها فإن هذا الأدب وهذا الخلق من أخلاق الإسلام والمسلمين فنحرص يا أبنائي على نظافة دورات المياه وأن نتركها أفضل مما كانت عليه وفي حالة جيدة ناتي الآن يا أبناء الطلاب إلى درس الوضوء فالسؤال إذا أردت الصلاة فبأي شيء تتهيأ لها ها يا أبنائي إذا أردنا أن نذهب لآداء الصلاة فإننا يا أبنائي ماذا نفعل؟ أحسنتم يا أبنائي نتهيأ لها بالوضوء فإننا نتهيأ لها بالوضوء الآن يا أبنائي الطلاب سوف نشاهد هذا المقطع الذي يتحدث عن الوضوء ثم نعود إليكم ونكمل سويا هل أنتم مستعدين لمشاهدة هذا المقطع التعليمي المفيد؟ هيا بنا هل تشاهد هذا الرجل الذي يتوضأ؟ هل تعرف العبادات التي يجب لها الوضوء؟ لا تحزن يا صديقي سنتعلم ما هي هذه العبادات نعم سنستعرضها هيا بنا هأنت تنتظرني سنعرض المشهد الأول الذي يمثل العبادة الأولى التي يجب أن نتوضأ لها إن هذا الرجل ذاهب إلى المسجد هل عرفت العبادة التي سيؤديها؟ هل عرفت هذه العبادة؟ أحسنت رائع إنها الصلاة يجب علينا أن نتوضأ لها لأن الصلاة لا تقبل منا بلا وضوء هيا بنا نتعرف على العبادة الثانية التي يجب أن نتوضأ لها إنها الكعبة ولكن ما هي العبادة التي نقوم بها عند الكعبة؟ هل عرفت هذه العبادة؟ أحسنت إنه الطواف يجب علينا أن نتوضأ للطواف لأن الطواف لا يقبل منا بلا وضوء وصلنا إلى العبادة الثالثة فلنستعرضها معاً لقد توصلت إلى العبادة الثالثة التي يجب أن نتوضأ لها بسرعة أحسنت إنها مس المصحف يجب علينا عند مس المصحف أن نكون على وضوء وذلك استشعاراً لعظمة كلام الله تعلمنا ثلاث عبادات يجب لها الوضوء العبادة الأولى هي الصلاة والعبادة الثانية هي الطواف أما العبادة الثالثة فهي مس المصحف طيب يا أبنائي الطلاب بعد أن تابعنا هذا المقطع التعليمي المفيد نأتي الآن إلى فضل الوضوء وتأملوا يا أبنائي في هذا الحديث العظيم الذي يحفزنا على ويشجعنا على الوضوء وكثرة الوضوء واستشعار هذه العبادة العظيمة فجاء في حديث عثمان العفار رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضى فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره فتأملوا يا أبنائي في هذا الحديث العظيم الذي فيه الدلالة الواضحة على الأجر المترتب على الوضوء وعلى فضل الوضوء فإذا من توضى فأحسن الوضوء هذا شرط يا أبنائي أن نحسن الوضوء وأن يصل الماء إلى فرض الوضوء كاملا فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره وهذا يا أبنائي في تحفيز على كثرة ماذا؟ الوضوء وأننا نتوضى لكل صلاة وكذلك كما سيمر معنا في العبادات التي من السنة أن نكون فيها على وضوء فنحرص يا أبنائي طيلة اليوم والليلة أن نكون على وضوء وعلى طهارة ناتي الآن يا أبنائي إلى حكم الوضوء ما حكم الوضوء؟ الوضوء يا أبنائي هناك عبادات يجب لها الوضوء وهناك عبادات من السنة ويسن أن نكون على وضوء من العبادات التي يجب لها الوضوء الصلاة فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الصلاة مننا يا أبنائي بغير وضوء فأول تلك العبادات التي يجب لها الوضوء الصلاة العبادة الثانية الطواف بالكعبة المشرفة الطواف بالكعبة المشرفة والعبادة الثالثة مس المصحف مس المصحف فإذن يا أبنائي هذه العبادات الثلاثة يجب لها الوضوء الصلاة الطواف بالكعبة المشرفة ومس المصحف ومس المصحف من العبادات التي يسن الوضوء لها الأول ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل وكذلك يا أبنائي النوم فعند النوم فمن السنة أن ننام على وضوء وعلى طهارة والعبادة الثالثة أن نكون في كل وقت وطيلة اليوم والليلة على طهارة وعلى وضوء فإذن يا أبنائي هذه العبادات التي يجب لها الوضوء الصلاة الطواف بالكعبة المشرفة ومس المصحف أما العبادات التي من السنة ويسن في حق المسلم أن يكون على وضوء هي ذكر الله عز وجل عند ذكر الله عز وجل وعند النوم وفي كل وقت وطيلة اليوم والليلة نات الآن يا أبنائي الطلاب إلى شروط الوضوء شروط الوضوء ما المقصود يا أبنائي بشروط الوضوء هي الأشياء التي تسبق الوضوء ولا يكون ماذا؟ الوضوء صحيحا بدونها فيا أبنائي ينبغي علينا أن نحرص على تحقيق تلك الشروط حتى يكون الوضوء صحيحا من ذلك يا أبنائي من الشروط النية ومحلها القلب فتنوي بهذا الوضوء آداء العبادات فهذا الشرط الأول النية الشرط الثاني طهارة الماء فلا يصح الوضوء بالماء النجس والشرط الثالث يا أبنائي إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة مثل يا أبنائي العجين فإن العجين مثلا إذا كان عالقا في اليد فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى فرض الوضوء وكذلك يا أبنائي طلاء الأظافر الخاص بالنساء وكذلك يا أبنائي الدهانات فإنها تمنع وصول الماء إلى البشرة فإذن يا أبنائي هذه هي شروط الوضوء النية طهارة الماء لا نتوضى بالماء النجس والشرط الثالث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة نأتي الآن يا أبنائي إلى هذا النشاط ونقوم بالتمييز بين ما يصح الوضوء به بوضع علامة صح وما لا يصح الوضوء به ونقوم بوضع علامة الخطأ بجانبه الشاهي يا أبنائي هل نتوضى به؟ أحسنتم لا نتوضى بالشاهي طيب العصير يا أبنائي أحسنتم كذلكم لا يصح الوضوء به مياه البحر ما رأيكم يا أبنائي؟ أحسنتم يجوز الوضوء من ماء البحر مياه الصرف الصحي أكرمكم الله يا أبنائي أحسنتم لا نتوضى بمياه الصرف الصحي مياه العيون يا أبنائي أحسنتم نعم مياه الشلال أحسنتم يا أبنائي فإن الوضوء من مياه الشلال صحيح مياه الأمطار أحسنتم يا أبنائي الجواب صح ويصح الوضوء من مياه الأمطار وأخيرا يا أبنائي ما المسابح؟ الجواب نعم ويصح الوضوء من مياه المسابح فإذن يا أبنائي مر معنا عدة أنواع من المياه وغالبها من الأماكن ومن المياه التي يكون الوضوء منها صحيحا ما عدا مياه الصرف الصحي نأتي الآن يا أبنائي إلى التقويم ونقوم بوضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة يجب الوضوء في الحالات الآتية عند الدعاء الجواب لا لا يجب عند الطواف أحسنتم الجواب نعم فعند الطواف بالكعبة المشرفة يجب الوضوء دخول المسجد لا يجب أحسنتم طيب عند قراءة القرآن من غير مس المصحف أحسنتم لا يجب بل من السنة أحسنتم يا أبنائي الصلاة أحسنتم يجب لها الوضوء مس المصحف أحسنتم يا أبنائي يجب الوضوء لمس المصحف يجب الوضوء لمس المصحف فإذن يا أبنائي هذه هي العبادات والحالات التي يجب لها الوضوء الطواف بالكعبة المشرفة الصلاة مس المصحف نأتي الآن يا أبنائي إلى السؤال الثاني ونقوم بوضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي من السنة والمستحب للمسلم يا أبنائي أن يكون على وضوء دائما ما رأيكم يا أبنائي؟ أحسنتم الإجابة صحيحة فيستحبوا للمسلم أن يكون على وضوء دائما طيلة اليوم والليلة من السنة يا أبنائي الوضوء عند الصلاة الجواب أحسنتم خطأ طيب ما الجواب الصحيح؟ يجب الوضوء عند الصلاة أحسنتم يا أبنائي وفي الختام يا أبنائي هذا هو رابط الدرس بقناة عين بإمكانكم الرجوع إليه والاستفادة من المصادر والإثراءات المتوفرة على هذه المنصة التعليمية المتميزة إلى الملتقى بإذن الله عز وجل في الحصة القادمة في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة